اشتركوا في القناة في الفترة الصباحية وده اعتقد ممكن يكون ايجابي جدا في مسألة اللعيبة تبقى فيقة وجهزة ومركزة يعني كنا دايما متعودين حتى ايام مستر منول ان دايما للفريط مرن الساعة 9 الصبح و10 الصبح افضل كتير من التدريب في الفترة المسائية عموما بكرة فريط مرن الساعة 10 وهيتحرك من مقر نادي في الجزيرة الى مطار القاهرة الساعة واحدة ونص الدور عشان يستقل الرحلة وطائرة خاصة الى جوهانسبرج المرة دي عندنا ميزة مش هنوزل جوهانسبرج ونطلع منها على بريتوريا لا انت هتلعب في العاصمة في جوهانسبرج ماتش اورلاندو بيرتس على الملعب الخاص بفريق اورلاندو يوم السبت الساعة 3 العاصر والفريق هيتمرن تدريبتين يوم الخميس والجمعة تدريب يوم الخميس الساعة 3 على احدى الملعب الفرعية اللي هيختارها الكابتن سامي امصان دلوقتي كابتن سامي سبق البعثة سافر فجري اليوم عشان يقدر يحضر هو الكابتن سامير عبلي موضوع الترتيب الاقامة الفنادق الملعب التدريب كل التفاصيل اللوجستية المتعلقة بسفر الفريق واكيد كل دا بالتنصيق مع الكابتن حسام غالي عضو مجلس دارة النادي الاهلي ورئيس باست الاهلي في رحلة جوهانسبرج عايز اطمن حضراتكم باذن الله ان شاء الله بكرة لما القيمة يتم اعلانها ان شاء الله باذن الله هتطمنوا على وسام ابو علي واشرف داري والاتنين باذن الله قد يتواجد في قيمة النادي الاهلي ولكن مسألة الدفع بهما في مباراة اورلاندو بيريس هيكون قرار لمرسل كولر دا على فكرة اشرف داره تدريب تمبارح وبتمرن الحمد لله يعني الجارية كويسة ما فيش اي مشكلة خالص في موضوع الكاحل انقل الرجل بالتأكيد كان دايما بيسبب له بعض المشاكل بعد ما تعرض لاصابة مع منتخب المغرب ودي تدريبات تقوية بالمناسبة دي تدريبات تقوية والجهاز الفان طبي مش هيشتغل شغل التأهيل دا مع اي لعب الا ما يكون جهاز قدامكم هو امام عشور كمان زي ما قلنا لحضراتكم منبارح دخل في التدريبات الجامعية وشارك في التدريبات الجامعية وايضا بإذن الله ان شاء الله قد يتواجد مع الاهلي في رحلة جنوب افريقيا وإذن الله الرحلة قد تجمع الثلاثي وسام ابو علي اشرف داري امام عشور وهنشوف طاهر محمد طاهر من تاني بعد ما كان غائب عن مباراة البنك الاهلي بسبب الايقاف لسه محمد هاني شوية لسه كريم فؤاد عمرو السلاية هو موجود في التدريبات كمان اقرم توفيق بإذن الله الأمور كلها تبقى ايجابية وجيدة لان رحلة الصفر لجوانسبرج هتبقى من المباريات الهمة جدا في مشوار فريق النادي الاهلي فنتمنى التوفيق رب للفريق وانا بطمن حضراتكم يعني مش اقول كامل العدد بالنسبة 100% ولكن الصورة هتكتمل بإذن الله في رحلة الفريق الى جوانسبرج لما تواجد وسام وداري وإمام عشور ردا سليم ان شاء الله الفترة الجاية يدخل في التدريبات بشكل ايجابي جدا العلاقة بين إمام والشناو زي ما انتوا شايفين الحمد لله العلاقة جيدة جدا سيبوكم من كلاني بكتب على السوشيال ميديا انتوليكم في النهاية تشوفوا الصورة اللي قدامكم الصوت والصورة اللي قدامكم ده خيروا دليل على اي حاجة ممكن الناس تقعد تتكلم من هنا لغاية السنة الجاية عن علاقة كابتن الفريق باللعبين كل ده ممكن يخلص بصورة او بفيديو ومدته خمس ثواني وعشر ثواني زي ما انتوا شايفين دلوقتي خلاص اللعب اخطأ واعتذر وتقبلوا واعتذاروا وشارك في التدريبات وشايفين العلاقة جيدة اكيد ما بينه وبين كل اللعبين وده اللي بيفرق الاهلي عن اي مكان تاني النادي الاهلي فيه ميزة اللي بيخطأ بيتعاقد كبير صغير معندوش مشكلة حاجة تانية فيه دور مهم جدا لكابتن الفريق فالاحترام لكابتن الفريق والتجانس اللي موجود في قط اللبس ده مهم جدا عشان في الاخر بينعكس على الملعب فالامور الايجابية لزي دي بإذن الله ان شاء الله ممكن يكون فيها نتاج ايجابية لفترة جاية لما يكون فيه لم شمل والناس تبعت شوية عن فكرة الكلام اللي بيتكاتب على السوشيال ميدي